ومن المنتظر أن يكون هو الحديث الوحيد على المستوى السياسي والإعلامي خلال 24 ساعة اللي قبل على طول الجولة التانية أو جولة الإعادة في المرحلة التانية من أول انتخابات مصرية بعد ثورة 25 يناير في الواقع أننا طبعا تحت ضغط كل ما يحدث ما زلنا نتابع مع حضراتكم صحيح ما يحدث في منطقة الشيخ رحان ومجلس الوزراء ولكن غدا مرة تانية تفتح السناديق من أجل أصوات المصريين هل يكون في نفس درجة الإقبال هل الناس تكون متخوفة أم لا الأكيد أنه دائما على مدى العشر شهور الماضية والحمد لله على ده أنه المصريين بيخلفوا الظن دائما بكل توقعات أهل السياسة وأهل الإعلام من الممكن والمحتمل بشكل كبير جدا إن شاء الله أنه يبقى فيه إقبال كبير بكرة في جولة الأعادة وخصوصا أنها بتزداد سخونة بشكل كبير لأنها تتوقف على المقاعد الفردية النهاردة اللجنة العليا للانتخابات قررت تنفذ الحكم لمحكمة القضاء الإداري بإعادة الانتخابات على القوائم في محافظة أسوان المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات صرح أنه اللجنة اتخذت قرار النهاردة في اجتماعها النهاردة الصبح وقال أن الانتخابات سيتم إجراءها في دائرة أسوان بعد إدراج قائمة حزب الأحرار الاشتراكيين ضمن القوائم المطروحة ببطاقات إبداء الرأي بنفس الرموز المقررة للحزب وصرح رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن هذه الانتخابات انتخابات الاعادة بالنسبة للقوائم أسوان ستتم يوم 10 أو 11 يناير الجاري المقبل عفوا وده معناه مع المرحلة الثالثة المستشار يوسري عبد الكريم رئيس المكتب الفني لللجنة العليا للانتخابات قال أنه الاعادة تجري غدا على كل المقاعد الفردية باستثناء مقعد حسم ومحمد عسمة الصداد في الدائرة التانية في المونوفي وذكر رئيس المستشار يوسري عبد الكريم النهاردة أنه اللجنة انتهت من استعداداتها لمرحلة الاعادة وأن اللجنة طبعت كرنيهات تعريفية بعضاء الهيئات القضائية لمنع تكرار ما حدث من تجاوزات في الجولة الأولى من المرحلة الثانية ده بيتم بعد إعلان جميع النتائج زي ما احنا منتبعها مع حضراتكم وهي التي جاءت مخالفة مرة تانية للتوقعات على المستوى السياسي لأنها أظهرت تقدم حزب الوافد في المرحلة التانية على الكتلة المصرية اللي كانت تغلبت بشكل كبير أو مثلت الكتلة الليبرالية في المرحلة الأولى الوافد حصل على 15 مقعد وفقا لنتائج المرحلة التانية ده غير 5 آخرين من مرشحين الحزب بيأخذوا انتخابات الاعادة نهاردة كمان محكمة